أليكس حسيت الموضوع فلتر شراوية وغير شيء سناب تشات والموضوع مختلف بس حلو عليها مو لا والجو اختلف الموت وداخل أبو كاظم صوت غير شكل ياخذك للهور البردي القصاب والسمش مزقوف ريحتها طخة بالخشب يعني الأجواء هسه مع الريف هاي الطيبة الحلوة الملقى الحلو القلوب النظيفة اللي متحس بها أي شائدة هاي الأجواء أكو شاب على السوشل ميديا على التيك توك مهتم بها كلش وينزل هيتش مقاطع فيديو نشوفها سوى يلا ولا حوالي لا حوالي لا حوالي من المزل علي الشايرات من شبارات جفياتك جفاعتم سريك ويني يا هلا نورتنا حبيبي يا هلا بيك الله يسلم شونك شخصارك بخير ذات طلعتنا من الفيديو اي سافرت عبر الزمن بلكبسورة مات الزمن اي كحيلان شلونك حبيبي الله يسلمك شلونك الله يخليك كحيلان ما عرف هو كلش تحس خجول ومستحيل لا مو خجول بسياق الكلام اه زين اكحيلان من الشخصيات الحلوة اللي ممكن تشوفها على السوشال ميديا ومهتم كلش بالتراث اي بالبداية رجل نعرف اسمك انت اسمك كحيلان لا انا اسم علي بس يلاقبونك حيلان كحيلان لان كحلي عيونك مكحلة مو بس هاي كان انا عدي خيل ها وعند حصان اسمه كحيلان زين فرهمة الكحلة ويا الخيل حلو ليش اهتميت بهاي المواضيع يعني انت تخدم على السوشال ميديا اشياء من رذاذ الزمان القديم اكل قديم عادات قديمة اي مو قصة ليش اهتميت هاي ثقافتي فانم اعتز بثقافتي وحبيت ان اطلحها للعالم شون ثقافتك انت بين بغداد لو ابن اي محافظة الواحد ما ينسي جذوره حالو انا جذور من ميسان فيبقى الدم يحل مثل ما الوز يهاجر من كندا الى اهوار ميسان ويرجع بالشتاء او بالصيف هم يرجع يحن فالهم نفس الشي احن هنا وحن هنا زين الاشياء اللي اذا تصورها دا نشوفها وياق دجوج ومعرفة هاي وين اصوروا هاي حديقة بيتنا مسويها مثل الديكور ديكور جنوب ريفي حلو وصور بيها وتصور بيها ويعني تشوف انه اكو استحسان من الناس التابعك وكذا مو قصة استحسان هو التجاوز اكثر من الاستحسان بس انا رغم هاي الظروف يتجاوزون عليك بالسوشال ميديا ايه هاي شي طبيعي ابلو ايش اذا اكو مثلا الفين تعليق انت طلع منها نصحة تجاوز واستهزاء واستهزاء ليش ليش يعني غير اعرف شلو السبب ليش يعني انا مدى شوف انه اذا تقدم شي محلو اذا تقدم شي محترم اكون ازعها السحاليا انه بالتعليقات يعني عذرا للسامعين اكون تعليق داما منتشر يسموه فقريات زين هذا اكثر تعليق يجين عليه الفيديوهات ماتي يعني يعتقد انه الزمن الماضي كانوا ناس فقر وما عندهم هاي المكانيات فهو يعلق هيشي واللي يعلق لي يعني ما احتراماتي الى صغار العمر زين اللي يعلقوا لي صغار العمر يعني ما مطلعين على الثقافة العراقية اليوم كل من يستعز بثقافته الفايكينج يعتزون بالفايكينج مالتهم صحيح العرب يعتزون بالعربية مالتهم احنا هم لازم اهل الجنوب و اهل الريف هم يعتزون بثقافتهم احنا بما انه الاهوار تسجلت من ضمن التراث العالمي احنا لازم نفتخر بها ونطلحها زين لان اليوم اذا طلعت الناس يشوفون انه هاي اهوار شنو الاهوار شنو طبيعة معيشتهم شنو اكلهم شنو لبسهم فانا حبيت اطلع جزائها من معيشتهم حلو اه انا بالبداية كلش معجب بالشي اللي تقدم وبعدين ما لك شغل بالحشي لا لو مهتم لان ما استمر الناس تحتي تحتي وتروح وبعدين ما يصح الا الصحيح انا اريد اسأل عن اشياء انت قدمتها عن اكلات قدمتها هذه كانت موجودة سابقا بالتاريخ العراقي بالسومري والبابلي هي من ناحية الموجودة موجودة بس اكثريتها اكلات عربية الناس من هاجروا من اليمن للعراق زين ونص انا بالبداية لازم اوضح لك ان العرب صنفين نص يمني ونص حجازي اللي نجد والحجازي زين الصنف اليمني اللي هما القحطانين والصنف الحجازي اللي هما العدنانين اللي هما جذورهم تعود الى حضارات واد الرافدين فكل من ينحدر من هاي المناطق ويجي الى العراق راح يجيب الثقافة ماتة ويمزجها بالثقافة العراقية العراقية الاصلية فتطلع بشي مختلف او حسب المكونات او الموارد والموائل اللي موجودة من ضمن هاي المنطقة مثلا ابو الهور ياكل سمج ابو الشمال ياكل غزلان صح ابو الصحراء ياكل ارانب وياكلون طيور مهاجرة فكل من محتمد على الموائل مالتهم فقافته فمن الطب عوب هاي التطابيع كل من صار لونه المعين مثلا الزي الطعام يعني حتى بالغترة ايه بالغترة مثلا يشماغ وكو غترة حمرة وكو غترة سودة الغترة الحمرة يعني كل منه وبيئته يعني مثلا هسه اذا تجي من الناحية اللي تفيد الانسان قبل كان الشماغ مو لونه هذي ولا لونه ابيض واسود كان من وبر الابل كلمات تطيني معناها تمام نقول ايه عادي يلا نبدأ بالبداية ابو الحصين من هو اللي هو الثعلب اللي هو ابو سرحان الذين ابو خميس الاسد ابو جنيب العقرب او الصلطعون نحن رجل نسميه لا ابو جنيب يسمو ابو جنيب لان يمشي جنب هو الصلطعون وليس العقرب اه يعني انت خطأت ايه انت قولت ايه اوك تمام زين اذا نروح للأدوات لولا البوري يسموه النجف الحنفية يسموها حنفية ترمبا هي هم نفسي شيء اهل البصرة يسموها ترمبا بس هي حنفية مسحة الكرك اللي يحفر بالفلاح غليشة غليشة لو غليظة غليشة غليشة اللي من شعر الماعز احنا نسميه من شعر المرعز المرعز السمو لا اهل ديوانية سمو غليشة انا قولت لا ايه واحد عليك اوجاغ 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 اللي هو مثل المدخنة او مثل اكلات تولة تولة الخباز خاثر اللبن خميعة اللي هو خبز وحليب ودهن هر اللي هو ودهن السمن البلدي بثيث جبن ميبسي وداقي وصاير مطحون وخفطون ويامي وياكلوا مصموطة سميش مرقم السميش شرفك يعني انت كل فيديوهاتك تطلع عاكل ومدرش وجايبنا ايد وراء ويد قدام بعد هي هاي رهومت ايش جايبنا وياكل يوم جايب لك ادوات قديمة من ذاك الزمان اللي تعرف مثلا هذا جلفانومتر عالكاميرا خليتشوفه شس اسمه جلفانومتر هذا يقيسون بالكهرباء الصغيرة يعني مثل يعني هو يلتقطها يقيس مالتها الفولتية هذا لازم اقوم اجيب هذا شو اللي هذا هو ساعدنا بصناعة التليغراف بصناعة الهواتف هذا حبيث حاجة اسمه بارو بارومتر جيلفانومتر جيلفانومتر اخترع العالم الايطالي الوي جي جيلفانو عام 1791 هذا كانوا يشحنون به بطاريات لا مو يشحنون بطاريات هذا يقيس الكهرباء الصغيرة يعني الدقيقة الكهرباء اكو كهرباء مترغاس بالفولتية هذا يقدر يقيسه خلال بوصل ما تتوال هذا شقد عمراء قتلي يعني من 1700 1700 1790 او 91 يعني تقريبا 130 سنة اي اي واكثر زين بعد خوش خوش حوائز عدنا هاي الفاسة اويل يا ابو طبر اللي اشتهر بها ابو طبر الاسطول العراقي والله كناسي نار دخبوزة بطبر هاده هاي الفاسة ماكو بيت بالعراق اذا ما تشارك بي صح صح فقدناها احنا هذي للأسف وبعد شنو ما شاء الله في جعبتك الكثير هاي الكاميرا الروسية ما ادري يعني بالتحديد اشقد عمرها بس هي قديمة كثر من 100 سنة اذي اشقد صورت ناس اي تابعة لكم للعائلة اي تابعت جدي يا ابو ابو عايش بعده لا توف الله يرحمه الله يرحمه اكحيلان كلش حلو الاشياء اللي انت مهتم بيها واني اشكرك اولا لان عندك ثقافة عامة يعني عذرا على المفردة اهم رح اسألك يا هذا السؤال خلنا اعتبر السؤال الاخير ليش صانعين محتوى بلا ثقافة او جزء من عندهم عذرا على المفردة هس اذا تجي مقارنة بالمشاهر القديمين والمشاهر الحديثين القديمين كان يدرس ويتعب ويشتهد ويدور بالمكاتب اللي هسه المكاتب متاحة الالكترونية وPDF وغيرها كان يشتهد في سبيل يوصل الستوديا ويصور له فد مقالة او هيش دقيقتين يا اما يطلع شاعر او كاتب او مغني بس هسه الفرص متاحة يقدر اي واحد يصير مشهور وهس حاليا احنا بالعراق انتشرت ثقافة التحشيش بين قوسيا اليوم الميحشش ما يعتبرو صانع محتوى وانت من تجي انت تقل له قاعد انت تستهزئ او قاعد تقلل من شأن بلدك يقول لك لا الناس تعبانين انا اريد اطلحوا من المود مالتهم يا اخي طلحوا من المود مالتهم بغير اشياء تقدر اذا انت عدك موهبة غناية تقدر اطلحوا بالمود مالتك من غنائك او اذا انت شاعر تقدر بشعرك او اذا انت كاتب بكتاباتك اللي تبحر بيك بعيد وتغير مودك صح بس الجماعة لا دراسة لا كتابة جاب الموبايل صور وصغار وبعض المفردات ممكن يستخدموها ايها المفردات ما شاء الله سلم لي عليهم اهاني اشكرك اليوم اخدنا من وقتك لا بالعقس وجبناك من ذاك الزمان لهذا الزمان لا هستصاب علي يا رجل لا القطار موجود المحطة العالمية قريبة علينا ممكن اتكت علينا وترجع لذاك الزمان الحلو ممنونين جدا الله سلم شكرا لكم مشاهدينا الأكارم هذه جرعة من النوستالجية والذكريات الحلوة اللي ممكن جزء من عدنا شافها وعاشها آبائنا وأجدادنا وجزء من عدنا أبد ما شافها بس اكحيلان شوفنا ياها من خلال الفيديوهات اللي ينزلها اودعناكم اشتركوا في القناة